اهلا بكم في حصة مغاربية ونشر تدوينات تحريضية ذات منح إرهابي وقبل ثلاثة أيام اتهم سعيد أطرافا سياسية لم يسمها بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله ورأى سعيد أن أطرافا تسعى وصفها بالمتآمرة تسعى لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلدهم مشددا على أنه سيتصدى لهم بالقانون وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس التونسي عن وجود مخطط لاغتياله إذ سبق وأعلن عن محاولة لتسميمه من خلال القبز وذلك عن تلقي رئاسة الجمهورية ظرفا يحتوي على مادة مسممة ألاوة على اتهامات بمحاولة الانقلاب عليه تفاصيل جديدة حملتها صحيفة الشروق التونسية حول محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد بعد يوم فقط من تصريحه حول وجود مخططات لاستهدافها وذكرت الصحيفة أن السلطات ألقت القبض على أحد الإرهابيين الذي كان يخطط لعملية الاغتيال في إحدى المدن الساحلية مستغلا زيارة الرئيس التونسي لها في الفترة المقبلة وتشير بعض التحليلات أن ترابط تصريح سعيد بالقبض على الإرهابي يدل على جدية هذه التهديدات والتي قد تقف وراءها أجهزة سياسية أو مخابرة دول تسعى لتخريب المصاري السياسي الجديد بعد إجراءات الخامس والعشرين من يوليو ما يحدث بالتحديد هو الإشارة إلى محاولة الاغتيال في انتظار ثبوتها وصحتها من عدمه هي محاولة لعادة رسم المشهد السياسي أو لعادة ضبط له ورقمه عليه بما معناه أن الرئيس يريد أن يترك الشارع في حالة استفاف خلفه ويريد أن يترك الشارع في حالة انتظار قصوى ويوحي إليه بأن هناك خطر يتهدد حياته لأنه يذهب في الطريق السليم واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا سياسية بالتدبير لاغتياله وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء في الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام لانتهاء مدة الشهر من تجميد البرلمان آملين أن يقع التمجيد في هذه الإجراءات إلى حين إصلاح أوضاعهم الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لبلدهم القرارات هذه لازمنا يعني شفنا في عشرة سنوات هذه وشنوالي سار تبقى أحنا معاها ولكن بأحتراز لازم تكون فترة استثنائية شهر شهرين معناتها يصير فيها انتخابات مبكرة سابقة لأوانها يعني إنسان دافع من أجله من أجل الوطن نظاق يعني إنسان قلق نوت شهيد ها كتشوف النظاق ما فيها شيء ما فيها حاجة ما فيها حاجة ما فيها حاجة ما فيها حاجة ومن جهتها ما زالت حركة النهضة تدعو للحوار السياسي الأمر الذي لم يعد ممكنا في ظل هذه التطورات وتسريحات سعيد التي لا تخلو من اتهامات غير مباشرة للحركة بالظلوع في التدبير للاختيال فيما يتحدث قيس سعيد عن محاولات الاختيالها حالة من الانتظار تخيم على الطبقة السياسية والشارع التونسي في علاقة بفرضية تمديد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس وتداعيات ذلك على المشهد السياسي والاجتماعي للتونسيين نجلاء بخريس الغد تونس وينضم إلينا ضيفانا من تونس السيدة صوفية الهمامي الكاتبة المتخصصة في شؤون الامنية والسياسية أهلا بك وأيضا شهر زاد عكاشة الكاتبة والباحثة السياسية أهلا بك أبدأ معك سيدة صوفية هذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن محاولة لاغتيال الرئيس التونسي ويتم إلقاء القبض على أحد الأشخاص الذي يحرض على ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي هل باتت حياة الرئيس التونسي قيس السعيد في خطر؟ مساء الخير إذا صرح الرئيس قيس السعيد بأن رأس الدولة مهدد فهذا يعني تنبيه الشعب التونسي إلى أننا قد نسقط في حرب أهلية ماذا يعني اغتيال رئيس الدولة؟ يعني سوف نسقط في حرب أهلية لقدر الله هذا يبدو لي التهديد هذه المرة جدي لأن رئيس الدولة تكلم العديد من المرات ونحن كأعلميين تصلنا بعض الهمهمات وبعض الإشارات إلى أنه هناك قبل هذه المرة منذ أسبوعين أظن أو عشر تيام هناك أيضا محاولة لم يتم الإعلان عليها ولكن الحديث كان يدور في الكواليس إذن الموضوع ليس بالسهولة التي يتحدث عنها البعض هناك تهديد جدي لم نستمع بعض إلى الأبحاث مع هذا الشخص الذي تم القبض عليه ولكن أنا قبل فترة كنت معكم وقد تحدثت عن خطر ده من الجهة الليبية لأنه بالفعل تركيا تعمل بشكل كبير في المنطقة الغربية الليبية لإدخال بعض العناصر المتدربة من الدواعش والذين يعتبرون من النخبة وقد أدخلوا فعلا وعلمنا بذلك من تركيا هناك غرفة عمليات تم أحداثها منذ فترة تتكون من أجهزة نوعية ومن أسلحة نوعية هناك فعلا معلومات تصل وأظن أن رئيس الجمهورية أيضا بلغته معلومات جدية من دول شقيقة وصديقة فهذا الأمر يبدو لي أن تودس بدأت تدخل في منحة خطير إذا لم يكن المواطن التونسي متنبها لذلك فالتنبيه جاء من رئيس الجمهورية إذا كان رأس الدولة مثل ما قلت مهدد يعني الجيش مهدد الشرطة مهدد الشعب التونسي مهدد في حياته من دخول عناصر إرهابية والقيام بعمليات نوعية طيب سيدة شهرزاد ما الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه المخططات والإفساح عنها والقبض على من يستهدفون الرئيس التونسي ما الذي يمكن أن تحدثه كل هذه الأحداث في المشهد السياسي الذي يشهد فترة استثنائية أكيد أن لهذا تبعات خطيرة وخطيرة جدا ومثل ما قالت زميلة صفية الهمامي أن البلد أصبحت مهددة ولكن ما الأكثر يعني الشيء الأكثر الذي يقلق أكثر هو أن هناك يعني كلام دون الضرب على أيدي الفاعلين مثلا السيد الرئيس الجمهورية اليوم أطراف وهم يريدون الدماء وكذا وكذا كان الأجدر من البداية تتبع هؤلاء إن كان رئيس الدولة يشير إلى حركة النهضة هناك ما يكفي من الملفات وهناك ما يكفي من الوثائق والقراءة والأدلة والتسجيلات وكل شيء ومن الملفات الجاهزة حتى يتم بتر أو شل حركة النهضة الإخوانية أو الأطراف التي تتعاون مع هذه الأطراف الليبية وهناك ما يكفي من الأدلة أيضا ومن الملفات لبتر أذرعهم ما كنا نبهنا إليه منذ 25 جوليا هو خسارة الوقت وتضيع الوقت حتى لا يتمكن هؤلاء من استعادة أنفاسهم لكن ما حصل هو أن الرئيس في كل جولة أو في كل نشاط يقوم به سواء في مستودعات الخضر والغلال أو ما إلى ذلك من الأمور المعيشية للمواطن والتي لم ينتج عنها أي إيقاف ولا أي إجراء لاحظنا أنه يتوعد ويسمي الأشياء بمسمياتها ولكن هذا لم يحصل حين تحدث عن محاولة اغتياله ثم لا ننسى أن رئيس الدولة كان قد تحدث في مناسبات سابقة عن محاولات اغتيال وظرف مسموم وتسميمه عن طريق الخبز الظرف المسموم قالت الأجهزة الفنية التونسية أن المادة التي تم العثور عليها والتي دعت سيدة مديرة ديوان رئيس الجمهورية أنها مادة سامة لم تكن سامة على الإطلاق وهناك قضية مرفوعة في الغرض واستدعيت أسيدة مديرة ديوان للتحقيق ولكنها لم تمتفل للقضاء اليوم الرئيس هو رئيس النيابة العمومية ومن حقه أن يفتح الملفات ويحرك الدعاوي وأن تتحرك النيابة العمومية لماذا يترك الأمر بيد القضاء الذي لم ينكب إلى اليوم على الملفات الحارقة كما لف التسفير كما لف التدريب ربما أيضا يعني يتم الحديث من خلال تصريحة الرئيس قيس سعيد سيدة شهر زاد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ولهذا لم يفتح سيدتي نعم الرئيس قيس سعيد أيضا اتهم أطرافا لم يسميها بل وصفها بالمتآمرة لماذا ليسميها بما أنه هو شعب هذا هو التساؤل لماذا لم يسمي هذه الأطراف واتهمها بالتآمر على الدولة وتأليب الرأي العام العالمي والدول الخارجية هل بذلك الملف يفتح على النطاق أو سعب بوجود أطراف أو دول أو منظمات دولية من خارج تونس تستهدف شخص رئيس الجمهورية الود كل الود ونتمنى أن يسمي رئيس الجمهورية الأطراف الداخلية باسمها والجهات الخارجية حتى يتمكن الشعب التونسي من معرفة أعدائه أما خطاب التوعد في المطلق فهذا لن يؤدي إلى شيء سيقوي نظرية المؤامرة لدى الصائدين في المياه العكرة وسوف يتم التلاعب بالمعلومات والتلاعب بالملفات فهذه الاتهامات غير محددة الوجهة سوف تعكر الوضع عوضا على أن توضح المشهد ونتمنى أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية الأشياء بمسمياتها وتسمية الأطراف بأسمائها وحتى نعرف من يتآمر على البلاد سيدة صوفية هنا الحديث ربما في نفس الإطار عن وجود منظمات خارجية هل بالفعل هناك منظمات أو جهات خارجية تسعى لاغتيال الرئيس التونسي قيسي سعيد أو محاولة إحداث انقلاب عليه طيب سأبدأ من حيث انتهت زميلتي الأستاذة شهرزات أنا لا أتكلم على منظمات هذا موضوع خارج عن إطار معلوماتنا ولكن خلينا دعينا في منطقتنا دعينا في تونس دعينا في ليبيا نحن الآن مهددون من تركيا حتى أنا أريد أن أقول شيء أن الليبيين ليسوا القرار الأول لا يتخذون القرار الأول أصحاب القرار في القضية التونسية وفي السعي لإحداث فوضى في تونس هم الأتراك قبل فترة السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري ومدير المصرف المركزي أو البنك المركزي السيد الصديق الكبير كان في زيارة إلى تركيا ومحور الزيارة كان تونس محور الزيارة كيف يدعمون الأخوين في تونس كيف يحافظون على هذا المثال لأنهم يعتبرون أن حركة النهضة التونسية نجحت خلال هذه العشر سنوات في إدارة الشأن السياسي في تونس هم امتدادهم ووجودهم والحفاظ على مكانتهم في ليبيا وتركيا تريد الحفاظ على مكانة حركة النهضة في تونس هو دعم الأخوين في تونس هنا لم نستمع من حركة النهضة إلا بيانات تدعو رئيس الجمهورية إلى فتح تحقيقات هذا ونحن لم نسمع شيء إلا الصمت وهذا الصمت هو معروف لدى الحركات الأخوانية تتلوه المباغة والغدر ونحن نخاف من هذا إذن الخطر الكبير القادم هو من تركيا عن طريق المنطقة الغربية في ليبيا وهذا أصبح واضح وجلي للرأي العام الدولي ولنا هناك تونسيين نعم تحديدا في هذه النقطة سيدة صفية الحديث عن ليبيا وما تمثل من تصدير للإرهاب من خلال المنطقة الغربية ومن خلال الحدود ما بين الدولتين الموقوف هو شخص تونسي ولكنه قادم من ليبيا إلى أي شيء يؤثر أو يؤشر إليه ذلك هل يعني أنه ليس هناك تنسيق أمني ما بين الدولتين أم له معنى أبعد من ذلك بوجود مخططات تأتي من أطراف دولية كما أشرت بالنسبة للمنطقة الغربية لا توجد نحن البارح اليوم سمعنا أن وزير الداخلية ينفي وجود دواعش في قاعدة الوتية في حين أن قاعدة الوتية مليئة بالأتراك وهي محتلة تركيا ولكن لأنه يتواجد بالمنطقة الغربية فلا حول له ولا قوة يعني لو يطلع وزير الداخلية في حكومة السيد عبد الحميدة دبيبة ويصرح بوجود دواعش ويصرح بوجود غرفة عمليات ويصرح بتعيين حاكم عسكري في المنطقة الغربية فهذا سوف يعرض حياته إلى الخطر فهو أيضا تحت رحمة الميليشيات إذن الموضوع نحن هنا في تونس لا نتعامل إلا مع من الحكومة التي المعترف بها دوليا والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة إذن لا يمكن التعامل مع الميليشيات تسيطر على المنطقة الغربية هنا الإشكال وأعود وأكرر أن رغبة الأتراك ورغبة حركة النهضة أيضا التي حكبت منذ عشر سنوات خلال العشر سنوات حركة النهضة لم تقم حتى بسد حفرة في الشارع ولكن كل ما قاموا به هو التمكن والتواجد والسيطرة على المؤسسات والسيطرة على الإدارة وكما تعلمين سيدتي نحن دولة مؤسسات وإدارة قوية في تونس وتونس تحكم بالإدارة عن طريق المديرين العامين إذن الموضوع في خطورة كبيرة على الشعب التونسي من هذه الاختراقات نعم اللافت سيدة شهرزاد هنا الحديث عن في أكثر من مناسبة رئيس قيس السعيد تحدث عن محاولات الاغتيالي دون أن نجد صد ذلك من تنبيهات أو تحذيرات من وزارة الداخلية هل يعني هذا حدوث اختراق لوزارة الداخلية من قبل حركة النهضة أو غيرها هو لا أحد ينفي سيطرة أو تغلغ الحركة النهضة الإخوانية في وزارة الداخلية وبقية أجهزة الدولة وسنة 2013 في الحوار الوطني كانت قد تمت الدعوة إلى مراجعة التعيينات فما راعنا إلا أن الارتباطات تعمقت بالأحزاب السياسية والولاءات الحزبية خاصة خاصة بالنسبة لي حركة النهضة اليوم الرئيس مطالب بالحفاظ على المسؤولين يعني الذين ثبتت نزاهاتهم وهم كثر ومراجعة بعض التعيينات حتى يعني تتطهر أنصح القول وزارة الداخلية من من الاختراقات التي تشوبها وقد كانت الأسبوع الفارض أظن قد صدرت بارقيات تعيين ثم ألغيت بسبب شبهات علاقة بحركة النهضة ثم عوضت بصدرت بارقيات ثانية وعوض أولئك المعينون أولا وما زالت إلى اليوم وزارة الداخلية ستشهد على ما أظن تغييرات في المناصب الحساسة فيها سواء في المدراء أو المدراء العامين أو حتى المدراء الفرعيين ورؤساء الإدارات الجهوية أضم صوتي إلى صوت زميلة سوفية حين قالت أن الخطر تركي وبما أن الخطر تركي فإنه لا بد من بتر ذراع تركيا في تونس وهو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبالتالي أتذكر سؤالك سيدتي حين سألت عن المنظمات نعم العلماء المسلمون هم منظمة ويتحركون وهناك قضايا مرفوعة في شأنهم قضائيا حتى يتم حل المنظمة أو هذه الجمعية لأنها تنظوي تحت قانون الجمعيات ولا يمكن حل أي جمعية من دون إذن قضائي وهنا على الرئيس قيس سعيد بصفته رئيسا للنيابة العمومية عليه تحريك هذه الدعوة حتى يشل حركة هؤلاء وحتى يحبط مخططاتهم أما خطاب التوعد والوعيد فلا أظن أنه سيؤدي إلى شيء سوى إخافة شعب التونسي وإرباك عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية أظن سيدة شهرزاد عكاشة الكاتبة والباحثة السياسية شكرا جزيلا لك وأيضا سيدة صوفية الهمامي الكاتبة المتخصصة في شؤون الأمنية والسياسية شكرا جزيلا لكم